طبعا لا شك إن أولادنا وأطفالنا دول أغلى ما يملكه الإنسان وهم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا ويعني هذه النعم تستحق دائما الشكر وتستحق دائما أن نحمد الله سبحانه وتعالى عليها وأن نحفظها ومن باب إننا أحفظ ولدي حينما يريد الصيام ومن سمى الأطفال دائما في مرحلة ما هم يتشوقون ويستشرفون المستقبل ويستشرفون الرجول الكاملة ويستشرفون مرحلة الشباب ومرحلة الفتوة هو عنده الخلفية وعنده الاستشراف للتحدي وهو يأتي يريد يقول أريد أن أصوم أنا عايز أصوم فعلا زي فلان ده بيصوم أنا ليه زميلي في الفصل بيصوم ليه صديقي أو جاري بيصوم أنا عايز أصوم زي فهنا أنا أخذ من هذه منطلق من هذا المنطلق أخذ منه حافظ أن أنا أحفظه على الصيام لكن ينبغي التدرج في الصيام عندنا مثلا الصلاة كان فيها تدرج عندنا الصيام نفسه في فرضية الصيام كان فيه تدرج يعني ما لا يعلمه كثير من الناس أن الصيام حينما على الصورة التي نحن عليها الآن مرة بثلاث مرحل كان الأول صيام يوم عشراء فقط ثم فرض صيام شهر رمضان على التخيير إما أن تصوم وإما أن تخرج فتية أن تصوم أو تخرج فتية ثم كان الخطاب الإلهي في المرحلة الثالثة على الوجوب واللزوم إلا لمن كان له عز قال فمن شاهد منكم الشهرة فليصوم هنا أصبح الصيام هنا في تدرك الخمر كيف حرمت؟ على أربع مرحل فكذلك الصيام أنا لما أريد أن أعود ابني على الصيام أو الطفل على الصيام أولا لابد من استشارة الطبيب الطفل ده يعاني من شيء أنا معرفوش لابد أن أعرف حالة الطفل الصحية حالة الطفل الصحية تقول أنه يستطيع الصوم يبقى برضو أبدأ معه صيام متدرك الصيام المتدرك أن يصوم في اليوم مثلا سلس ساعات أو أربع ساعات أن يصوم مثلا عن الأكل فقط ولا أصومه عن الماء أن يصوم في أيام الأجازات الأيام اللي فيها مجهود بدني فيها رياضة هيمريسها فيها امتحانات فيها شيء أقول له لا ما أصومش تمام؟ يكون هذا من باب التدرك عام خلف عام وأستطيع أن أتدرك معه في الصيام في أربع ساعات ثم ست ساعات ثم أزيد وفي هذه الأسناء كلها لابد من مراقبة الطفل من الوالدين ومن المدرسة ومن المجتمع الذي يعلم حالة الطفل المجتمع اللي هو بايش فيه ده والتواصل بين الوالدين وبين الإخوة وبين المدارس وبين المسؤولين عن التدريب في النوادي وغير يجب يعرف حالة الطفل الصحية إيه؟ ويراقب حالة الصيام وهو صايم لابد أن ينظر إذا وجده عنده خمول دائم عنده تشتيت في الانتباه عنده عدم تركيز عدم القدرة يريد النوم دائما لا لا تصوم الصيام ها هنا في حقك مكروه وإن كان هو يستطيع ولكن تقع المسؤول وإن كان أوه عدى استنى قانوني للصيام استنى قانوني يعني أنا مثلا أو أنت أو حضرتك أو أي أحد من المشاهدين البالغين عنده عنده عز عنده أنا يأتيني طالبة في الجامعات عنده امتحان وهو أثناء الامتحان الذي يمتد لسلاس أو أربع ساعات أو تزيد وهو صائم يفقد التركيز يقول أريد أن أفطر نعم أفطر يجوز له الفطر ثم يصم يوما آخر ويقضي هذا اليوم لا مشكلة في ذلك المسافر يفطر المريض يفطر المرأة الحامل إن خشت على حملها تفطر ثم تقضي هذه الأيام المرأة المرضى التي لا تستطيع أن توازي بين الصيام وبين الرضاع تفطر ثم تقضي هذه الأيام الشرع جاء بأمر يسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وعندي قاعدة شرعية تقول لي المشقة تجلب التيسير كل ما كان الأمر بمشقة التأسير واسع عباءة التيسير في الدين واسعة وتشمل كل الأطياب وكل الناس حتى إن كان صغير أو كبير إن كان مقيم أو مسافر كل يشمله هذه العباءة ترجمة نانسي قنقر